اشتركوا في القناة لفتا أرجو أن تكون صالحة لفتا الأطفال في تربيتنا لأطفالنا نحن جرجنا على التربية التقليدية القائمة على أساس الزجر والضغط والتخويف وعيشنا في كثير من الأحيان أبناءنا في وهم نحن لا نربيهم بالحقائق وإنما نزجرهم لنخوفهم من الغول والعبيثة ومن الظلام ولنكون فيهم شخصية مترهلة ضعيفة تنطل عليها أكاذيب قائمة على تغيير الواقع وهذا يؤثر في شخصيتهم ويجعلهم عندما يكبرون يتسمون بعملين اثنين أولا الظلة والمهانة الشخصية والثانية عدم تصديق الوالدين والمحيط يعني استعمال الكذب منهم بشيقلوا شؤونهم لأنه عندما ربيه أبنائنا على تخويفهم الغول والعبيثة والظلام وعلى تخويفهم بحاجات لا وجود لها أحنا في الحقيقة نعلمهم أن يتخلصوا من مآزق الحياة بنفس الطريقة ونفس الأسلوب ولذلك أول ما أقوله لأبنائي وبناتي لا تعودوا أبنائكم على الكذب ولا تعودوا أبنائكم على إذلالهم لا تزل من ابنك حرمته وقدره وكرامته إذا كان جاب النتائج المدرسية ضعيفة ما يوليش كلب أحنا ردوه كلب ونسبوه ونشتموه وقلوا ما عاش عندي علاقة بيك وماكش ابني وما نحبكش أبدا هو ذلك الوقت الذي يحتاج فيه إلى مؤذرتك يحتاج أن تفتح حظنك لتشعره بمسؤوليته ويتحمل مسؤوليته ولذلك قالونا علماء التربية لا تقاربنك والقهر هو أن تنزل به من السباب والشتائب أو من الضرب المبرح ما يجعله يفقد شخصيته لأن الطفل المقهور هو مشروع ديكتاتور هل ينشوف فيهم يعذب الناس عندما يصبحون في مواقع القرار وليسبوا الناس وليشتموهم واللي تصرفوا معهم تصرف إجرامي واللي يقدموا على سرقة الناس وقتلهم عندما تراجع سجلات تربيتهم تجدهم ربه على كونهم مقهورين فالمقهور يا أبنائي الطفل المقهور هو مشروع استبداد وظلم هو مشروع ديكتاتور وتربية أبنائنا تقوم على أساس الند بالند هذا الطفل اليوم في سنه أربع سنوات وخمس سنوات هو إنسان وإنسان مكتمل وأصبح قادر على مناقشتك ويعرف الحقائق الأساسية سيتطور معها ودورك أن تأخذ بيده ليجتاز هذه الفترة من التربية أنتم تعلمون أن أطول مدة للتربية في الحيوانات هي مدة تربية الإنسان يا أخي هو فيه كبش يبقى 18 عامي وربه أحنا الطفل عندنا يصل إلى 18 عام فيه قرد يبقى 18 عامي وربه الحيوانات الكلة أعطاها ربي إمكانية أنها تولد فلا تحتاج إلى التربية وإنما هناك طباعة ربي يجعلها فيها تجعلها قادرة على أن تأكل وتشرب بعضه يحتاج إلى حماية من والده أو والداته مدة قليلة من الزمن الوحيد الذي يحتاج إلى حماية مطولة هو الإنسان الإنسان ما يتربىش في 3 شهر ما يتربىش في 3 سنين وما يتربىش في 15 عام يتربىش في 18 عام هذه المدة الطويلة من الزمن هي المدة التي تؤهله إن اكتملت في أصول التربية أن يصبح قادراً على إدارة شأن في العالم ليس هو الشأن الموكول إلى القرد وليس هو الشأن الموكول إلى البقرة لأن البقرة والقرد ليس موكولاً لهما القرار في الكون الإنسان هو الوحيد الذي يقرر في الكون ولذلك يحتاج إلى مدة تربية طويلة ومدة تربية أوصولها أن لا تفقده إنسانيته أن لا تفقده كرمته لا تسبوا أبنائكم والنساء إزالة إزالة الإنسانية من نفس الطفل ونفس الطفلة ولذلك الذي أقوله لأبنائي وبناتي أن يحرصوا على أن يحفظوا كرامة الإبن وكرامة البنت حتى يصل 18 عام مش معنى هذا أنه إذا كانوا قاعد منهم خطاء نفسه عليه نعرف كفاش ربيهم على أن يعو خطأهم ويدركوا الهنات التي وقعوا فيها ويدوها أفعل وقت لذا أحييكم وأسلم عليكم وإلى لقاء قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة